السلام عليكم أهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات الصف الرابع لابتدائي النهاردة معدنا ودرس جديد من مادة الاي سي تي يلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله حبيبي هنبدأ مع بعض الثيم فور وهنبدأ بلسن تو لسن وان زي ما قلت لكم ريدنج لسن تو بيكلم عن حتة مختلفة شوية فاركزوا معايا فيها وهناخدها في ستابس بسيطة كده مع بعض لسن تو بيقول لي بروبلم صولفينج سكالز طبيعي جدا وأنا بشتغل بالتكنولوجي سواء بقى بستخدم الهارد وير أو السوفت وير الجهاز بتاعي نفسه أو البروجرام اللي أنا بشتغل عليه وارد جدا يحصل معي مشكلة أقول لك والله هي أي مشكلة عندي المفروضة تعامل معها ستاب باي ستاب وخصوصا لو كومبليكاتد لو عندي مشكلة كبيرة وصعبة المفروض أعمل خطوات للحل أوكي؟ فقال لي الكماني ستابس توصولف اي اي سي تي بروبلم الكماني ستابس ايه الكماني ستابس اللي احنا المفروض نتباح دايما واحنا بنتعامل مع اي بروبلم تقابلنا سواء كانت المشكلة دي على الجهاز أو مشكلة خاصة بالبروجرام اللي أنا بشتغل عليه الكماني ستابس توصولف رابلم أو اي سي تي بروبلم ايه الكماني ستابس ستابس ايه الكماني ستابس كي تي بروبلم هايبسيسز. تست يور هايبسيسزز. افالويت يور تست او فيور هايبسيسزز. طب لو جينا نلخصهم كده عشان نحفظهم بالترتيب. كونستراكت تست افالويت. احنا دلوقتي بنقول ان انا عندي بروبلم. عندي مشكلة. وعايز اتعامل معاها. ممكن المشكلة دي تكون في الجهاز. ممكن المشكلة تكون في البروجرام اللي باشتغل عليه مش عايز يشتغل معايا. في كل الاحوال في الاي سي تي. بروبلمس. you have to follow these steps. قلت له طيب. هي ده عشان اعمل ايه? قلت له عشان اعمل بروبلم سولفنج. يعني بروبلم سولفنج. يعني جروب في سيكوان السابس. تو سولف بروبلم. بروبلم سولفنج. يعني اعمل خطوات يا زياد. ان سيكوانس. يعني مترتيب. ماينفعش اعمل خطوة قبل التانية. تو سولف بروبلم. فالخطوات دي بالترتيب. يبقى البروبلم سولفنج. رولز او ويز. اهي. بالترتيب. كونستراكت هايبسيزز. تاست يور هايبسيزز. افاليويت يور تاست او بيور هايبسيزز. كونستراكت تاست افاليويت. تعالوا نعرف. ستيب باي ستيب. يعني ايه كلام ده. قلتوله نمبر وان كونستراكت هايبسيزز. يعني ايه. قلتوله الهايبسيزز يا ولاد اصلا معانيها. اديوكيتد جس. هاو ثينجس وارك. يعني هايبسيزز دي يعني جس يعني. ان انا خمن يعني. اه. بس اديوكيتد. يعني ايه اديوكيتد. اديوكيتد دي جاي من اديوكيشن. يعني ما ينفعشي يبقى عندي مشكلة في الجهاز. اوكي. ونادي اخوي الصغير اللي لسه في كيش يقوله بقولك ايه. ما تخمن كده ايه ممكن تكون المشكلة. ما ينفعش. انت محتاج اديوكيتد جس. يعني شخص عنده انفرميشن او عنده خبرة او بالاي تي مثلا. او على الاقل بيستخدم الكمبيوتر كويس جدا. بيعرف يستخدم انا عندي مشكلة في الماوس. فهو عارف وبيتعامل كتير على الكمبيوتر وفاهم. اللي احتمالات اللي ممكن تكون مخليها الماوس ما بيشتغلش. اسمها اديوكيتد جس. يعني مش يجيب اي حد يحط لي هو الجس بتاعه او التخمين ايه سبب المشكلة. انسور يور كويسشن. انسور يور كويسشن. روبايد اكسبلانيشن زات كان بي تاستد. يعني ايه. اقول لك تاني. احنا متفقين دلوقتي. انما نابر وان. يعني قعد شغل دماغك كده. وفكر ايه الاحتمال. ايه الجسو. اللي ممكن يكون مخلي عندي المشكلة. ولما تسأل نفسك. يا طرى المشكلة دي جاي منين. على طول. ممكن يكون الكابل بتاع الماوس تشد مش. يعني الكابل بتاع الماوس ممكن ما يكونش في مكانه مزبوط. ممكن يكون محتاجة ان انا اشيل الكابل وحطه تاني. فانا بعمل ايه. يعني بعمل بعمل ايه. بعمل تخمين. بخمن سبب المشكلة. بس بشكل علمي شوية. يعني منطقي. يعني انا اصلا كده كده عارف ايه الاسباب اللي ممكن ما تخليش الماوس يشتغل. بس انا يعني لسه ما حددتش السبب فعليا. في مجموعة احتمالات. اوكي. we have guess. اللي هي construct hybrids. بس انا هجرب لسه. صح ولا يا ولاد؟ provide explanation that can be tested. خلاص انا هبدأ افكر. واسأل نفسي يا طرى ايه اللي عمل المشكلة. فده بالنسبة لي ايه؟ build hybrids. او construct hybrids. يبقى كلمة construct يا ولاد يعني build. اوكي. ابدأ ابني كده وافكر مجموعة احتمالات. ماشي. طيب. step number two. a test your hybrids. مش انت خمنت. this is educated guess. انت مقتنع ان دهية دي الاسباب اللي تخلي الماوس ما يشتغلش. انا واخد الماوس كمثال خدوا بالكم. على OCT problem. طيب ابدأ بقى. start to test your hybrids. خدوا بالكم اول ما اشوف كلمة hybrids. بقى هفتكر ايه كلمة guess. التخمين اللي انت خمنتو ده. start to test it. ما انت لازم تجرب هتعرف المشكلة حلها ازاي من غير ما تجرب. انت بتقول وارد ان يكون الكابل بتاع الماوس مش متركب كويس. so start to test your hybrids. بس بيقول لي خد بالك. note مهمة جدا يا ولاد. be careful. don't conduct any test which is not safe. وهمة قوي. be careful. don't conduct any test which is not safe. اوة تحط لنفسك. danger a test او danger hybrids. يعني ايه تيجي مالك تقول ايه? اكيد الفيشة بتاع الكهربا مش محطوطة او اكيد الكهربا فصلة. وتروح هي تحاول تحط الكهربا او تبص هي على السلكة او تشوف الكابل مقطوع ولا ايه? this is not safe. فانت اوعة تكون بتحط hybrids. ويكون ايه? danger. لان انت كده كده. whatever the hybrids you build. ايا كان التخمين اللي انت هتفكر فيه. المفروض ان انت عارف ان ال next step او second step to test your hybrids. يعني هتجرب بنفسك. فما ينفعش ابدا يا ولاد. اللي be careful. don't conduct. اوعة تفكر. any test which is not safe. يبقى انا عملت construct hybrids. test hybrids. number three. المفروض بقى ايه? فيه result. مش انت رح تجربت. شلت الكابل وركبته تاني بتاع الماوس. فالمفروض اعمل ايه دلوقتي step number three. evaluate your hybrids. او evaluate your test of your hybrids. evaluate يعني ايه? يعني قيم اللي انا عملتو ده. اقيمه ازاي امس. did you succeed? you solve the problem? نجحتوا فعلا ان انتوا حلوا المشكلة؟ الhybrids بتاعكو كان true? ولا false? and you still have the problem? اوه. اللي don't worry. even you don't solve the problem? لو انت حضرتك ما حلتش المشكلة? you learn from your mistakes. اكيد هتتعلم من الترايل اللي انت عملتها او التست اللي انت عملتو على الاقل خالص. هستبعده ان هو مش ده سبب المشكلة. and what will you do? if it's iye يا ولاد? if you didn't solve the problem. لو الhybrids بتاعي طلع بقت ناجاتيب. ما ما حلليش المشكلة. او الhybrids انا فكرت فيه. او اللي don't worry. we learn from our mistakes. بانت لازم تجرب وانت هتعرف ازاي المشكلة فين? انت عندك اكتر من جاسب. how can we decide? فقال لي ايه? what did you learn? واسأل نفسك. انت كده تعلمت من التجربة دي ايه? من التست ده ايه? او لأ هو كده انا شيلت الكابل الموضوع مش موضوع كابل. حاجة بقى من اتنين. يا الماوس لما وقع حصل فيه مشكلة او على الاقل محتاج كده ممكن اعمل ريستورت الكمبيوتر يمكن يرجع يحس بالموض تاني. how can this help النكست هايبسز? ما انت هترجع بقى تاني. start من تاني. مش انت معرفتش تحل المشكلة من الفرست هايبسز. فهرجع تاني يا ولاد ابدأ نفس السري ستفس تاني. اللي هم EMS. اللي هو construct هايبسز. يعني to think for a new educated guess. then test your هايبسز. جرب. رحت عملت ريستورت الكمبيوتر. السكند بقى هايبسز. number three evaluate. did you succeed? اه المرة دي نجحت يا بس. when we restored the computer the mouse work. so it's okay. i was afraid to buy new one. طيب لو عندنا يا ولاد بقى complicated ICT problem. مشكلة كبيرة شوية. مش على قد بقى ماوس ولا حاجة. دي مشكلة كبيرة. فقال لي يبقى عندي complicated ICT problem. قال لي break it down into smaller section. break it down into smaller section. قسمها كده. يعني ما يبقى عندك مشكلة كبيرة. فنقسمها. it becomes more manageable. هتبقى اكتر manageable. تقدر تتحكم فها اكتر. يعني ما تبقى عندك مشكلة كبيرة. يلا اعمل تيم. اعمل فريق. وقسمها in smaller section. قسمها الاجزاء. وكل واحد يتعامل مع جزء. كل واحد يحاول يحل المشكلة دي. غير لما نفضل بالمشكلة كلها complicated كده. جايب لي مثال بقى just for fun يعني. مش اكتر من كده. بيقول لي في real life complicated problem. انتو في حياتنا ممكن تقابل complicated problem. زي جايب لي مثال بقى بيقول لي كده ايه. قررنا احنا في الكلازة ان احنا نطلع كلنا رحلة. فاحنا بالنسبة لنا عايزين نوزع المهام. دي بالنسبة لنا complicated problem. فقال لي هنخلي واحد مين بقى الorganized class trap. بنعمل organized the trap. قال لي واحد هيبقى مسؤول عن destination for the trap. اه لا فيه واحد تاني هيبقى مسؤول ده destination. اللي هو اللي اتجاه هنروح فيه اختيار المكان اصلا. واحد تاني هيبقى مسؤول عن تحديد ال date وال time. اللي يبقى فيه الجو كويس. واحد تالت هيبقى مسؤول ان هو يجيب لنا the best price. اه واحد تاني من الجروب هيبقى مسؤول عن transportation way. one problem. وانا بحاول اعملها ايه? break it down. اقسمها. what every one will need. كمان في الاخر rules to follow. مين اللي هيبقى مسؤول ان هو يحط روز بتاعت الترب دي عشان ايه? everyone follow the rules. ده بالنسبالي مثال للcomplicated problem. اعملنا لها ايه? break it down into section to be more manageable and everyone in the group will solve or deal or assign section.